السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد معاكم محمد البصريا من فترة كنا سمعنا عن DeepFake واللي بيعتمد على الذكاء الاصطناعي وبالتحديد Deep Learning وده عشان يغير الوشوش ويعمل حاجة زي الفوتوشوب كده بس في فيديوهات شوفنا برابط كتير جدا انظهرت على الستور تخليك تعمل ده بكل سهولة يوقفوا بقى الحد كده؟ لا طبعا من كم يوم في مواقع اسمه MyHeritage اعلن عن خاصية جديدة في مواقعه وباسم DeepNostalgia فتخيل كده لو عندك صورة لأجدادك من أيام اللابياد واسود فتقدر ببساطة رفعها على الموقع وهو هيقوم بتحليلها وتحسين الجودة بتاعتها وهيحركها كمان والخاصية دي طبعا استخدموا فيها تكنولوجيا DeepFake والخاصية دي اول ما شفتها فكرتني جدا باللوحات اللي كانت موجودة في فيلم هاري بوتر واللي كانت متعلقة في كل حتة على السلام كل مهم كله انجرب سوا الخاصية دي ونشوف مدى جودتها وتجربتي هنا هتبقى على سعد زغلول ومحمد علي زي ما انتو شايفين هرفع الصورة واستنى شوية لحد ما تترفع بعد كده هيقوم معامل تحسين للجودة بتاعتها ودلوقت مفروض ان هو شغال على تحركها اللي هو الانيميشا طبعا زي ما انتو شايفين الجودة رهيبة بده يحلل الصورة ويعرف مكان الوجه والتفاصيل بتاعته وبدأ كمان يحرك الوش ويعمل طبعا خاصية التعرف على الوجه واللعب فيه مش حاجه جديد وشوفناها في برامج زي الانستجرام والسنابشات ورجعها من البرامج ولكن هنا احنا بنتكلم على حاجه مور ادفانسد دلوقتي يخلوه انجرب مع حد تاني كده وهو محمد علي هو مرافع برضه الصورة وهنمشي على نفس الخطوة زي ما انتو شايفين النتيجة حلوة جدا ولكن مش بنفس جودة الصورة اللي فاتت وده لان الصورة دي معقدة اكتر وفيها تفاصيل اكتر عن اللي فاتت ومع ذلك نقدر نقول ان النتيجة مقبولة جدا خلونا بقى نروح على الجاليري وهنلاقي الصورة اللي احنا دفناها من شوية وخلوه نفتح صورة ساعة زغلور هنلاقي هنا اوقشة ان احنا ممكن نلون الصورة فخلوها نجربها نقدر نقول ان النتيجة مقبولة نوعا ما من مهم خلوه نراكز على الانيميشن ونعمله انيميات تاني وهنها هتلاقي ان هوا بيعمل اكتر من نسخة الانيميشن وبيختار منها اكتر واحدة مقبولة فيه فخلوها نبص كده على البقية طبعا زي ما انتو شايفين مش كل النتائج طالعة مظبوطة ومقنعة وفيه من نوع اللي تحس انه جريب شوية ومش مظبوط بس خليها برضو ما ننساش ان دي لسه تكنولوجيا جديدة وانها بتتطور بسرعة كبيرة جدا ومين عارف؟ يمكن كمان كم سنة الليل بروتري بيتحرك وبيتفاعل معك كمان زي ما شفتنا في فيلم هاري بروتري اكيرا بس حابة اوضح ان الموقع بيسمح لك تجرب بسرعة او اثنين بس بدون تسجيل بعدها بتحتاج تسجل في الموقع وهيديك حوالي 14 يوم فترة تجربية ببلاش وبعدها هتبتقي تدفع فلوس وبكده يكون الفيديو خلص لو عاربك المحتوى اللي انا بقدمه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة ولو شايف الفيديو مفيد ما تنساش تشاركه مع اصحابك عشان تعمل فايد وما يمنعش برضو لو وصبت لي تعليق حلو كده تحت الفيديو لان داب يبساتني جد سلام